السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم باستفاة معان اليوم سأشارك معكم طريقة سريعة وسهلة جدا للبحث عن النيتشات المربحة لكن إخواني لتستفيدوا أكثر من هذه الطريقة حاولوا أن تطبقوا الشروط التي وضعتها على كل نيتش للتأكد فعلا من أنه مربح إذن نلتقل الآن إلى شرح الطريقة إذن أولا أقوم بتغيير العنوان الخاص به فمثلا أنا سأختار السوق الأمريكي إذن سأقوم بوضع عنوان أمريكي هنا ثم هنا أختار الكتب ثم هنا أقوم بكتابة النيتش الذي أريد الاشتغال عليه مثلا هنا تالرينبوكس ثم هنا أقوم بالبحث انظروا هنا إلى المنافسة إخواني كبيرة جدا أأتي إلى هذه الأيقونة ثم أحاول أن أختار هذا الاختيار يعني أريد من أمازون أن ترتب هذه النتائج حسب الأحدث يعني الكتب التي رفعت حديثا ثم الآن أقوم بالنزول هنا وأختار الكتب قليلة المحتوى حتى تظهر لي النتائج أكثر تنظيم إذن إخواني هذه هي النتائج فدائما نحاول الإبتعاد على الكتب الممولة أو التي يقوم أصحابها بحملات إعلانية ثم نلاحظ معي سأختار هذا الكتاب أولا ثم أقوم بالنزول كذلك وأختار هذا الكتاب وهذا الكتاب وهذا كذلك فكلما اخترتم كتبا أكثر إلا وكان احتمال إيجاد النيتشات أكبر إخواني فالآن سأقوم بالدخول إلى هذه الكتب على حدة كل واحدة على حدة ثم أقوم بنسخ هذا العنوان الرئيسي والبحث إذن هنا نمو نفسة كبيرة جدا هذا النيتش لن أشتغل عليه أمر إلى هذا النيتش الآخر نفس الشيء أقوم بنسخ العنوان ورفعه ثم أبحث إذن لاحظوا معي إخواني هنا 58 كنتيجة جيدة جدا الباقي الآن هو يجب أن تكون هذه الكتب في الصبح الأولى تباع بشكل كبير لاحظوا معي إخواني الكتاب رفع في السابع من يونيو ويحقق عدد كبير من المبيعات لاحظوا الرانك الخاص به ثم هناك كذلك كتاب آخر لاحظوا معي إخواني فهما يتشابهان لأنهم لنفس الكاتب وهذه طريقة جميلة جدا فعندما تشاهدون بأن الكتاب يباع تقومون بإضافة بعض التعديلات كتغيير الغلاف وتحاولون أن تنفسوا الكتاب الخاص بكم وبالتالي تقومون بزيادة عدد المبيعات الخاصة بكم إذن المهم عندنا هنا لاحظوا نعم كذلك هنا الكتاب يباع وهذا الكتاب كذلك يباع إذن هذا النيتش جيد جدا لأنه عليه منافسة قليلة ويباع بطريقة كبيرة جدا فلاحظوا جميع الكتب في الصفحة الأولى الخاصة به فهي تباع وتحقق مبيعات جيدة لكن قبل أن تقوموا برفع الكتب دائما تأكدوا من أن هذا العنوان ليس عليه كوبيرايت حقوق الملكية وكذلك ترادمارك ولمن لا يعرف سوف أترك لكم في وصف هذا الفيديو فيديو قمت بإنشائه سابقا لطريقة معرفة هل العنوان الخاص عليه حقوق الملكية أو ترادمارك إذن الآن سأحتفظ بهذا الكتاب وأقوم بنفس العملية بالنسبة للكتب الأخرى ثم نفس العملية لاحظوا معي أخواني الكتاب رفع في 15 مارس 2021 وانظروا عدد المبيعات الكبير التي حقها فإن كان هذا عدد التقييمات فتخيلوا عدد المبيعات كم سيكون إذن الآن سأقوم بنسخ العنوان الرئيسي ثم أقوم بالبحث كذلك إذن نتيجة جيدة بالنسبة للمنافسة أشاهد هذه الكتب في الصفحة الأولى فاللاحظوا معي أخواني نفس الطريقة اعتمدها هذا الكتب فعندما وجد بأن الكتاب يباع قام بإنشاء غلاف مشابه للغلاف الأول للكتاب واحتفظ بنفس التمن وغير قليلا في العنوان حتى يكون الاستهداف أكبر فاللاحظوا معي أخواني هذا النيتش جيد جدا يعني هذه طريقة بسيطة لكنها ستحقق معكم نتائج جيدة جدا إن قمتم باستغلالها بشكل المطلوب ثم هذا النيتش كذلك أقوم بنسخ العنوان الرئيسي كما قلنا سابقا ثم بحث هذا النيتش كبير جدا لم تستطيعوا المنافسة عليه إذن لقد قمنا بالتحصل على نيتشين إذن إخواني هذا هو النيتش الأول وهذا هو النيتش الثاني سأقوم بكتابتهم في وصف هذا الفيديو حتى أسهل عليكم المأمورية والطريقة كانت سهلة جدا فهذه الطريقة يعتمدها العديد من الأصدقاء المهم أن تقوم بنفس العملية وتختار 3 إلى 4 نيتشات وتقوم برفع 5 إلى 4 كتب في كل نيتش وستلاحظون أن هذه الطريقة ستحقق معكم أرباح محترمة إخواني وقبل النهاية انتظروا أخواني في الفيديو القادم إن شاء الله أو الفيديو الذي سوف أقوم برفعه في ليلة عيد الأضحاء المبارك فسوف أقدم لكم متابعي الأوفياء هدية جميلة وتمينة جدا ستعجبكم إن شاء الله كان هذا هو الفيديو الخاص باليوم إذن إخواني إن أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر إعجاب وشاركوا مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإن كانت هذه هي أول زيارة لكم للقناة فلا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم جديدنا أول بأول اشتركوا في القناة